وقبل قليل أكد صاحب السمو الشيخ محمد براشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن شبكة السكك الحديدية الوطنية تعد مشروعا طموحا يسهم في تعزيز الاستعدادات أو استعدادات دولة الإمارات للمستقبل وقال سموه مشروع قطار الاتحاد لبنة جديدة في صرح الاتحاد ومحطة مهمة في مسيرة دولة الإمارات التنموية كما قال سموه فخورون بأبنائنا وبناتنا الذين عملوا على مدى أعوام لبناء مشروع استراتيجي طموح ينقل اقتصادنا الوطني إلى آفاق جديدة وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد براشد ربط إمارات الدولة بشبكة قطارات وطنية يرفع إمكاناتنا ويعزز تنافسيتنا ويرسخ وحدتنا جاء ذلك خلال حفل تتشين سموه لشبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية الذي دشن قبل قليل في المركز الرئيسي للتحكم وصيانة في منطقة الفاية بإمارة أبوظبي حيث تعد الشبكة مشروعا تنمويا طموحا يربط الإمارات السبع بشبكة تأسكك حديدية واحدة تشكل أحد أكبر مشاريع البنية التحتية في المنطقة وقد تم إطلاق العمليات التشغلية لقطار البضائع عبر جميع إمارات الدولة حضر حفل التتشين سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رشد المكتوم وليو عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد الانهيان نائب رئيس منجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد الانهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدنية رئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة ومعالي الشيخ انهيان بن مبارك الانهيان وزير التسامح والتعايش وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين اشتركوا في القناة